بما أننا نتكلم خلانا نتلع نشوف ماذا قال كابتن رامي ربيع على كابتن النادي الأهلي في اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طبعا زي بعيد المدرب تبقى مباراة قوية بين فريتين فريتين معروف عنهم أنهم أعلى قوالتي موجودة في مصر وفي أفريقيا فطبعا نحن نتفوز ده ضابع النادي الأهلي ولا تركزنا أن نحن نعمل علينا ونبقى مركزين من أول دية لآخر دية فطبعا ماشكر للمبلكة على اللهم عبرينه من اللقاء الحضور الجميل والملاعب والإقامة وكل حاجة فعلى زرحة ماشكرا جدك على الاستقبال الجميل ده وتبقى وتقرأ نليق بمصر وتليق بالفرقتين إن شاء الله وتبقى مباراة قوية ونشمع إن شاء الله لنادي الأهلي بزنك في البداية زي ما قلتلك مباراة الأهلي والزمالك ده بيعليها طبع فاصل ندبس شبيل في نزد وش في قوة وفي تاريخ ما بينك بئير جدا وستبقى مركز على عدوات شأن إنت تاخد الثلاث مركات ده بتدوري العادي إنه بعد الوقت إنت بتركز إنك تاخد الانكاس تبقى عايز تاخد البطولة بأي شكل إنت النادي الأهلي بتلعب عدفك عالفة بس ما بتركز على مين يعلعب عليك مين قوي مين ضعيف مين لا يتقق قدامك بالعكس إنت بتفكر إن إنت بزع من اللي عليك وبتنرحظ كلام المدارف زي ما قلت زالي بيلانكس النادي الأهلي نقم في سيستم ماشين عليه في الملعب فده اللي تمشي عليه يش بتمشي على اللعيب اللي قدامك فأيا إن كان هتلاعي بمين أيا إن كان اللعيب اللي يلعب زلتك وإنت بتعمل اللي عليه وفي تركز في السننين اللي بتعيش عالي رسالة الجمهور الآلي طبعا بالنسبة لنا جمهور أعظم جمهور شرفته في حياتي دايماً في دورنا في أي حدة من رحمة دايماً في دورنا في السعودية في الإمارات في أي دولة بره بصراحة دورنا زيماً أو شجعونا دايماً زي ما زلوا كدع الحلو على المرة معانا في أي حمسكرة فطبعاً أتمنى رو إننا مشغل بأكسة البنين ونبرخهم ونيرجع مصر نحاول بالأشاء الله شكراً لكم